الصدقون بالله سبب الازدحامات في بغداد هو مو السيارات ولا الشوارع زيان شو السبب السبب هو التبغدد هذا مثل عراقي يقول لك يتبغدد علينا بمعنى يتبغدد وهذه الأمثلة بحيث يريد تصنع الثراء والراحة يقولولا لا تتبغدد التبغدد ثقافة وهذه الثقافة تخلي المواطن يركب سيارة حتى لو موديل كل شي قديم بس المهم يصعد بسيارته بس ولا يصعد عبري والعبري يعني المواطن اللي يتنقل بوسائط النقل العامة هذا التبغدد اللي أصبح مودة لكل العراقيين اللي خلاه يترسخ أكثر هو القوة الاقتصادية الجيدة اللي صارت عندي العراقي بحيث لو جمعنا عدد السيارات بالعراق ووزعناها على البيوت لزادت وممكن أن نوزع منها على الدول دول الجوار كذلك وكل واحد يصعد بسيارته الشخصية معناها لو شوارع لندن هم باتك فيه ولي ما عنده سيارة هم ياخد تاكسي بس ما يصعد عبري قليل منها يصعد العبري ممكن أن تشاهدينها أكثر شي العراقيين طيب السؤال هو أكو بديل حكومي جيد حتى يغر المواطن ما يطلع بسيارته جم هو أكو مشاريع نقل جماعية بيها رفاهية للمواطن وليش الدولة ما قدرت ترتقي بمشاريع النقل مثل ما اهتمت مشاريع الجسور والمجسرات وما هي ضمانات تتفعيل النقل العام المشكلة الأهم النقل الثقافة فاشنون راح نقدر نقنع المواطن العراقي بالتخلي عن ثقافة التبغدد عن سياراتهم والاعتماد على الباصات والنقل للحكوم وكل هذه التفاصيل راح تكون في محور خاص عن النقل العام متى يكون منفذا لفك الزحامات المرورية راح نقش هذا محوره مع الأستاذ الدكتور ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل حياة كبه أهلا وسهلا قبل ما نبدأ حلقته راح نشوف هذا التقرير ونرجع